كشف تقرير رسمي مغربي أن هناك أكثر من 97 ألف سجين بالمؤسسة العقبية في المغرب ويشكل الاقتضاظ أكبر اعتحدي تواجه المندوبية العامة لإدارة السجون أعداد السجناء في المغرب في تزايد ملحوظ خلال العامين الماضيين ما دفع السلطات المعنية لدق نقوس الخطر والبحث عن إجراءات عاجلة لمواجهة الوضع آخر تقرير صدر عن إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب سجل زيادة في عدد السجناء خلال السنة الماضية بنسبة تقارب 10% مقارنة بسنة 2021 وبلغ عدد نزلاء المؤسسات العقبية في المغرب حسب التقرير أكثر من 97 ألفا في ديسمبر 2022 إدارة السجون وإعادة الإدماج اعتبرت أن تلك النسبة مقلقة لما لها من أثر مباشر على قدرتها على تنفيذ برامجها الأمنية والإصلاحية خاصة في ظل محدودية ما يرصد من اعتمادات مالية وأضافت أن الوضع يتطلب حلولا عاجلة وتدخلات فعالة من لدن كافة الفاعلين المعنيين مشيرة إلى أن الاقتضاظ في المؤسسات العقابية يشكل أكبر تحدي تواجهه في سعيها إلى وضع مختلف البرامج الإصلاحية تقرير إدارة السجون تضمن أيضا معطيات مفصلة عن نزلاء تلك المؤسسات من ذلك أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 60 شخصا وأن عدد السجنات ارتفع بنسبة أكبر ووصل إلى ما يقارب 13% بينهن حوامل كما كشف أن عدد الوفيات في السجون خلال سنة 2022 بلغ 186 وفاة التقرير تحدث أيضا عن أكثر من ثمانية آلاف مخالفة ارتكبت في السجون تخص اعتداءات وممارسات للعنف وللمزيد ينضم إلينا من الرباط عبدالرازق بغنبورة ناشط الحقوقي أهلا بك على شاشة الحرة سيدي ربما السؤال الأبرز الآن هو هل يتم البحث عن سعة أكبر لهذه السجون التي تقتض كما يبدو بالعديد من الأشخاص بمئات الألف يبدو أننا نتج إلى العدد مئة ألف من بينهم نساء حوامل أم أنه يتم البحث في إطلاق سراح هؤلاء شكرا على الاستضافة هو تقرير المنجز من طرف المنذوبية العامة لإدارة السجون وإعدادة الإدماج لم يأتي بجديد فمنذ سنوات وعدده والساكنة السجنية ترتفع بسنة عن الأخرى علما أنه المطلوب ليس تقديم الحل الذي تقترحه الدولية ليس هو زيادة من عدد المؤسسات السجنية بقدر ما هو إعادة النظر في القانون الجنائي من أجل إدخال مجال العقوبة البديلة الجانب الثاني وهو إعادة النظر في السياسة الاجتماعية والاقتصادية داخل المغرب ما الذي تعني بالعقوبة البديلة سيد بغنبور عندما أقول العقوبة البديلة باعتبار أن أولا يجب أن نسجيل أنه القانون الجنائي في المغرب لا يتضمن عقوبة بديلة عندما أقول العقوبة البديلة يعني بالأساس مسألة السوار القيام بأعمال ذات نفع عام لمؤسسات الدولة ولما لا أداء مبالغ مالية إذا ما كانت العقوبة ليست عقوبة تدخل في مجال الجانب الجنائي أعتقد هذا نوع من العقوبة التي وردت الآن في مشروع القانون الجنائي ولكن مع الأسف مشروع القانون الجنائي هذا لا زال يتأخر وكان يمكن أن يخفض من عدد الساكن السجنية في المغرب لا ننسى كذلك أنه تقريبا ما يقارب 45% من عدد المتواجدين في السجون الآن هم معتقلون احتياطيون لماذا لا يتابع المواطنون في حالة صراح إلى حين صدور حكم نهائة مبعد ذلك يتم إذا المتهم أو الذي صدرت في حق عقوبة ما السجن بهذا نخفف من السجن بل أكثر من ذلك دعني فقط أستوضح منك نقطة تلو الأخرى ما هو أمد السجن الاحتياطي في المغرب ما هي المدة المصنوحة القانونة السجن الاحتياطي في الحقيقة هو قد يصل إلى تقريبا 45 يوم أحيانا وقد نصل إلى أكثر بل أكثر من ذلك قد يتابع الشخص في حالة اعتقال وقد يصدر حكم ابتدائي في حقه ويظل في المؤسسة السجنية إلى حين استئناف الحكم واستئناف الحكم قد يتطلب سنة أو سنتين أو أكثر وهو يتوجد داخل المؤسسة السجنية إذن المنطق يقتضي أنه في حالة وقوع جرائم من نوع ما أن يتم متابعة الشخص في حالة صارح إلى حين صدور حكم نهائي يتطلب وجوده في المؤسسة العقابية واعتقد هذا عامل مهم قد يخفف من الساكنة السجنية داخل المؤسسات سجنية في المغرب سيد بوغنبول ليس هذا هو الطرح الذي تحدث عنه هذا التقرير الصادر الطرح كانت تحدث عن عوائق أمام تحسين وضعية السجون وعن اقتضاض هذه السجون ربما الهدف في هذه المرحلة من قبل الجهة التي أصدرت هذا التقرير هو توسعة السجون وليس العمل على إخراج من بداخلها أن كان ذلك ينفع نعم فعلا وإدارة السجون في المغرب تفكر بمنطق تقني أنها لا يهمها الإشكاليات المرتبطة بعدد السجناء بقدر ما يهمه البحث عن إمكانيات الماديق لإضافة السجون الجديدة لكن نحن كفاعلين حقوقيين الأمر يختلف لدينا علينا أن نبحث في الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتفاع من سوب الجريمة وازدياد عدد السجناء أقول مثلا أنه لو عدنا إلى تقرير منظمة الحقوقية وهنا أخص بالذكر المرصد المغريبي للسجون نجد أنه في تقرير الأخير تحدث عن أكثر من 25% من المتواجدين هم شباب سجنوا بفعل السرقة إذن هنا نتساءل ما هي مسؤوليتنا نحن كمجتمع مدني وأنت تتحدث عن المسؤولية توقفت في هذا التقرير 70 امرأة حامل محبوسة ألا توجد إجراءات من شأنها التخفيف عن هؤلاء النسوة؟ نعم هو فعلا العدد الذي ورد في تقرير المندوبية العامة لإدارة سجون والستون مرأة حامل الإشكال الذي يطرح أنه على الأقل يجب أن تكون لدينا مقاربة إنسانية تعالج هذا الوضع علينا أن نعرف أن المرأة الحامل لها وضع خاص لكي تعتني بجنينها إذن ما بالك وهي تتواجد في المؤسسة السجنية في غياب تغذية كاملة في غياب محيط معين أو بتعبير أوضح هل سنعاقب الجنين كذلك؟ وإذا ما ولد هل سيظل في المؤسسة السجنية؟ ستون امرأة حامل في المؤسسة السجنية كان يمكن أن نجد لها حلا بمقاربة حقوقية بمقاربة إنسانية نمكنهم من إعادة الإدماج بصيغة من السياغ مع الأسف رؤية المندوبية تختلف عن مقاربة المنظمات الحقوقية للمينف نعم شكرا لك ضيفي من أرباط عبد الرازق بغنبورة نشط الحقوقي كنت معنا مباشرة على هواء الحراء شكرا اشتركوا في القناة